مساء الخير لجميع المتابعين نهار اليوم سادت أجواء باردة نسبيا ومستقرة خلال ساعة النهار درجات الحرارة كانت أقل بقليل من معدلة لمثل هذا الوقت من العام لكن خلال ساعة الليل يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة لتكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة خاصة في منطقة البادية الجنوبية والبادية الشرقية حيث درجات الحرارة هناك ستكون مدون الخمس درجات مئوية قد تلامس في نطقات محدودة الصفر المئوي بالتالي يتشكل السقيع خلال ساعة الليل المتأخر وخلال ساعة الصباح الباكر هذه الأجواء الباردة يتوقع أن تستمر خلال ما تبقى من هذا الأسبوع خاصة خلال النصف الأول من هذا الأسبوع مع ارتفاع كبير في نسبة رطوبة السطحية خلال ساعة الليل مع فرصة أيضا لتشكل الضباب الخفيف والكثيف أحيانا خاصة في المنطقة الشرقية ومنطقة السهول خلال ساعة الليل المتأخر وخلال ساعة الصباح الباكر خلال النصف الأول من هذا الأسبوع أما بالنسبة لإخارات الأمطار يتوقع أن تعود فرص الأمطار من جديد للهطول في بعض أجزاء من المملكة اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء وليل الثلاثاء على الأربعاء وتستمر فرصتها حتى يوم الأربعاء هذه الأمطار ستكون بالمجمل خفيفة ومتفرقة تتركز في منطقة الشمالية والوسطى تمتد بشكل محدود حول منطقة الجنوبية ومن هو جبال الشراه خلال ساعة الليل الثلاثاء على الأربعاء وخلال يوم الأربعاء هذه الأمطار هي عبارة عن رياحة غربية رطبة تجلي مع كميات كبيرة من الرطوبة والغيوم المنخفضة هذه الغيوم المنخفضة تعمل على هطول بعض زخات الأمطار الخفيفة والمتفرقة في المناطق التي ذكرناها في نفس تلك الفترة لكن اعتبارا من مساء يوم الأربعاء تعود الأجوال لتستقر مجددا على أن يستقر الطقس تماما خلال نهاية الأسبوع إلى هنا تنتين أشرتنا للقاء